ما ينفعش لما تيجي تتكلم يبقى ايه تشوف الامور كلها وتحكم وتكون منطقي في حكمك تكون منطقي في كلامك يا اما انا انا كمشاهد مش هحترمك حتى لو بنتمي النفس النادي اللي انت بتنتمي ليه مش هحترمك ولا حاسق فيك ولا حتفرج عليك بعد كده ومزيع تاني لا تاني ايه عاشر بينتمي برضو النفس النادي بيقولك اصلي محدش يقول لي ان الاهلي في حتة تانية لان الاهلي زيه زي بيت الفرق ومحدش يخوفنا من الاهلي عشان لسه واخد تالت كاس عالم واخد برونزية كاس العالم ومستوى مش عارف في العالي لا الاهلي زيه زي ايفر احنا ما طلبنش من ساعدتك انك انت تحكم على النادي الاهلي ولا تتكلم عن النادي الاهلي خليكو في ناديكو ربنا يهديكو خليكو في ناديكو قالك ايه تشيلسي بطل العالم هو في المركز الرابع في الدولة الانجليزي حتى برضو المقارنات دي غريبة جدا غريبة جدا لان المقارنة ما تكونش كده ابدا لان خلي بالكم اللي بيقول الكلام دوت هو عارف بينه وبين نفسه او معترفين بينهم عشان نقول بقى بالمرة يعني المجموعة دي معترفة بينها وبين نفسه ان فيه فرق بير جدا او فرقات كبيرة جدا 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 بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني وان فعلا النادي الاهلي ده في حتة تانية وزي ما بيقولوا كده النادي الاهلي غير النادي الاهلي غير بنحترم كل الاندية بما فيهم نديج بنحترمه لكن فيه فرق كبيرة جدا 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 بيننا بين النادي الاهلي وبين اي نادي تاني وكلكم معترفين بكده انتو معترفين بكده اللي بيتكلموا بالكذب وبالغلط عن النادي الاهلي هم معترفين بكده ولكن هم عايزين يقولوا حاجة غير الواقع عايزين يصدروا للناس مشهد غير المشهد الحقيقي الواقع دلوقتي عشان ايه عشان اللي حاصل بقى السوشيال ميديا والترند ان ما هو بينه وبين نفسه او بينه وبين نفسهم عارفين ان النادي الاهلي ده في حتة تانية خالص النادي الاهلي ده حاجة كبيرة جدا النادي الاهلي ده حاجة عظيمة جدا لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي اتكلم عليه انا بقولك يعني اتكلم عليه بكل احترام بكل احترام لان النادي الاهلي في الاول وفي الاخر بيمس المصر في المحافل الدولية بيمس المصر في كاس العالم للأندية اللي حضرتك كنت بتتريع عليه من فترة اللي عايز أقوله للزمل المزعين أو الإعلاميين لو كانوا إعلاميين من حقك يكون لك انتماء ولكن لما تيجي تتكلم تقول كلام منطقي كلام يستوعبه العقل مش كلام عشان تبقى ترنده وخلاص هي انجازات الأهلي فعلا تخد ممكن أنت تبقى مخدود منها صحيح تخد لكن الحق ده لازم يتقال غير الحق اللي بيتقال عشان إرضاء جماهيرنا ديك أو علشان اضحك على جمهورنا ديك لا ده خلي بالك تقوله بينك وبين أي حد تاني فقعدة كده والله حال الأهلي في حتة تانية خالص الأهلي مش أرقامه انجازات بس خلي بالكم مش أرقامه انجازات بس لما نيجي نتكلم عن النادي الأهلي بنتكلم على تاريخ تاريخ للنادي الأهلي بنتكلم على قيم بنتكلم على مبادئ آخر حاجة تيجي الأرقام آخر حاجة تيجي في النادي الأهلي الأرقام والإنجازات ويا ما جي النادي الأهلي عليه على نفسه كتير جدا علشان قيم ومبادئ تاريخ الأهلي بيشهد بكده عشان كده النادي الأهلي في حتة تانية خالص انفعلت شوية كنتش عايزة انفعل ولكن معلش بسبب الانتماء انفعلت شوية نروح بقى الماتش النهاردة ماتش بين النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني في بلد الشقيق بلدنا الشقيقة التانية السودان لو تفتكروا حضراتكم مصر والسودان طول عمرهم شعب واحد ملعب الجوهار الزرقاء اللي حيستطيليف المباراة النهاردة ملعب من الملعب الجميلة اللي الناس عرفاها او اللعابة النادي الأهلي عارفنا ويا ما العبنا عليها كتير وعارفين قوة النادي الهلال على ملعابه شكله ايه ولكن النادي الأهلي هدف واحد النادي الأهلي بيبص على حاجة واحدة بس النادي الأهلي خلص كاس العالم اللي فاتت بالبورنزية المبرال اللي فاتت يمكن يشاء القدر ان احنا نلعب هلالين في اسبوع هلال السعودي والنهاردة الهلال السوداني فالنهاردة ان شاء الله هدف النادي الاهلي زي ما قلنا بعد المباراة اللي فاتت الرجوع مرة اخرى لكاس العالم للاندية لان زي ما قال مستر موسماني في المؤتمر الصحفي نفسه يغير المدالية يعني نلعب بقى ان شاء الله على المركز الاول والتاني وعشان نلعب على المركز الاول والتاني لازم نرجع لكاس العالم مرة اخرى السنة الجاية وعشان نرجع لكاس العالم مرة اخرى السنة الجاية يبقى البداية تكون من النهاردة هنرجع عن طريق كاس افريقيا الاندية